بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك بعض النساء الحوامل والمرضعات لهن إصرار على الصيام وإن كان يمكن أنه يضر بصحتهن أو صحة الجنين أو الطفل الذي يرضى لكنما إذا كان هناك إصرار هذا الأمر راجع لهن هن يعرفن هذا الأمر أحسن وأفضل أنه يضر بصحتهن أو لا بحسب التجربة الآن ماذا يصنعن لكي يستقوين على الصيام بلا ضرر على نفسها ولا ضرر على جنينها هناك بعض الأمور إن صنعتها المرأة في هذه الحالة تعينها هذه الأمور على أن تستمر بالصيام بلا أن يصيبها ضرر أو يصيب جنينها أولا من جملة الأمور أكل السويق مع التمر وزيت الزيتون في وجبة السحور فجدا مقوية مقوية كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليكم يقول أفضل السحور السويق والتمر السويق عمل بالوحي كما ورد عن الإمام الصادق السلام الله عليه السويق ينبت اللحم ويشد العظم فأفضل علاج أو مواد مقوية للجسم موجودة في السويق والتمر وزيت الزيتون في وجبة السحور ثانيا طبخ اللحم بالحليب فجدا جدا يقوي الجسم حتى للرجال كذلك يعني تأتي بكمية من اللحم لا بد أن يكون لحم الخروف وليس لحم البقر لأن لحم البقر مضر على صحة الجسم يعني استمرارية بأكل لحم البقر يضر بصحة الإنسان لكنما لحم الغنم المقصود الخروف وإذا كان ذكرا فيكون أفضل فهو جدا نافع يعني كمية من لحم الخروف يطبخ في كمية من الحليب ثم تأكل المرأة من هذا اللحم فجدا جدا مقوي لصحتها وأنها يقويها ويعينها على الصيام بلا ضرر على نفسها وعلى جنينها استخدام العسل في وجبة الفطور والسحور جدا يقوي المرأة الحامل أو المرضعة على الاستمرار بالصيام التقليل من الأطعمة المقلية بالزيوت جدا أنها تزيد في العطش بالأخص في وجبة السحور لا بد من ترك الأطعمة المقلية بالزيوت بعد التقليل من الحركة في طول النهار المرأة الحامل أو المرضعة لا بد أن تقلل الحركة في طول النهار وتكثر من النوم لأن كثرة الحركة يسبب للمرأة الجهد والتعريق وهذا يضر بصحتها وبصحة جنينها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر